مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم قبتلكم وصفة حاجة جدا روعة الي هو البانكيك الي انتم تاكلوه بالكفيهات وكمان تشتلوه من برع بس اليوم بتعملوه بالبيت وقدان صوفت وطري تقدرو تعملوه للينش بوكس وكمان تعملوه بالضيافة لو عندكم الضيوف او انتم تعملوه كعصرية عواف نحنا نقول بعدا حاجة روعة وتعملوه بالصوصات لذيذ جدا جدا شوفوا الطريقة وتتبعوها جدا سهلة البانكيك نفس الكيك بس انه يكون اسهل وينعمل بالصاق مش بالفرن تمام اول حاجة عندي نفس طريقة الكيك عندي كوب من الدقيق وعليه ملعقة كبيرة من البكنش بودر اول شي بنخله تماما وبضيف له رشة من الملح رشة بسيطة من الملح نفس مقادير الكيك بس بكمية اقل وهنا عندي في خلاط الكاس بضيف كوب من الحليب كامل الدسم كمان بضيف حبة من البيض وملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة كبيرة من السكر وكمان ملعقة كبيرة من الزيت ورشة من الفانيليا تقدروا تستبدلوا الزبادي بملعقة صغيرة من الخل تمام عادي اذا ما في الزبادي استبدلوها ملعقة صغيرة من الخل وخلطوها بخلاط الكاس تمام تمام لما كده يعني تحسوا انه رغاء تمام الان بنضيف الخليط اللي نخلناه الدقيقة يعني المواد القافة ونبدأ نفس الكيك نضيفه على دفعات ونقلبه بالتقاه واحد وما تبالغوش في التقليب عشان مطلعش الكيك او البانكيك مكتوم فانتم بس اول ما يختفيت دقيق ضوفوا الكمية الثانية وكده بس التقليب بالتقاه واحد من الاعلى الى الاسفل او من الاسفل الى الاعلى قصدي فهمتوا كيف نفس كده هو بس انه مسرع لكم الفيديو عشان كده تبقيت بان حركتي سريعة بس اني نفس كده اقلب بالتقاه واحد المهم يختفيت طحين تماما وما تبالغوه زي ما قلتكم بالتقليب عشان مطلعش مكتوم اهم حاجة المهم اول ما تخلصوا التقليب او يختفيت دقيق خلاص يكون شوفوا فيه فقاعات كده فقاعات صغيرة يعني هده الخليط ممتاز وهو الخليط نفس خليط الكيك الان بس اخين الصاق لازم يكون عندي صاق تيفال او قرانيت غير قابل للالتصاق تمام بس اخين الصاق بس يسخن الصاق بوطي عليه النار وببدأ احط تيست تقربة اول وحدة بس اشوف كيف يعني كيف تحمرت بسرعة او لسه ارفع النار او اهدي النار يعني لازم اعرف تقربة اول وحدة تكون بعد كده خلاص اضبط النار وابدأ اكمل يعني ابدأ اضيف الخليط سياخد اللون الدهبي خلاص اقلب على البانكيك يعني اقلب الجهة التانية وكمان كيف تعرفون انه استوى البانكيك لازم بقعود اسنان او خلت اسنان تضغزوه كده اذا طلع فيه عقين عادو البانكيك ما استواش اذا طلع يعني صافي يعني خلاص مستوي من الداخل طبعا هذا اللي اللي يعملوه بيعني يكون سميك البانكيك لكن اللي لو كان في الصاج عملتوه في الصاج بشكل رفيع عادي بالصاج دوائر ما يحتاجش بسرعة يستوي ما يحتاجش حتى خلت اسنان او عود اسنان تعملوه تيست فيبو لانه بسرعة يستوي البانكيك ما ياخدش قلتكم تانية دقيقة بس يتحمر وياخدوا اللون الذهبي وتقلبوه شوية بعدين خلاص يكون قاهز طبعا انا عملت لكم كمان عملت لكم سادة وكمان روتكم كيف تقدرو تحشوه البانكيك هذا تقدرو تحشوه بالحشوات اللي انتم تحبوها يعني تقدرو تحشوه بحشوات الشوكولاتة تقدرو تحشوه بحشوات اللوتس كمان الكراميل تقدرو تطفوله اي نكهات تقدرو تعملوه بالتمر كمان يطلع لذيذ النكهات اللي تعقبكم انا الان عملت لكم طريقة كيف تحشوه كتير حلو سواء كان نفس كده كرات حقي معاكم قالب يعني صاج او كان معاكم اللي هو الصاج العادي كمان تقدرو تحشوه بصاج عادي شوفو هنا حطيت قطع الشوكولاتة كانت رهيبة مغرقة بالشوكولاتة لذيذ لذيذ قدا وممكن تعملو البانكيك بالشكل الاعتيادي اللي هو دائرة او تعملو مع صوص اللي السيرب تبع البانكيك كمان لذيذ او العسل تفطروا عليه الصباح اللي مع الزبدة كده الله لذيذ لذيذ كده مع كوبايا قهوة او نسكافي حاجة قدا روعة طبعا البانكيك تقدرو تعملوه قطوكم بنكهات كتيرة وتقدرو كمان تستخدموه اذا معاكم الصاق الكهربائي يطلع البانكيك كتير حلو يعني اللون تبع البانكيك يطلع حلو بالصاق كمان الكهربائي اللي معه صاق كهربائي بيفهم قصدي يعني كيف يطلع حلو والان خلونا احنا نبدأ بطريقة التقديم اللي اني دايما احبه وافضل فقرة عندي التقديم هنا عندي شوفوه حق الكبكيك هذا اللي هي اوراق الكبكيك ومعاه يقي العصيان هادي او ايش سمونا زينة هادي مش عارف ايش او علامات فهو يقي كده مع بعض واشكال والوان كتيرة فاني اخدت ورقة الكبكيك وحطيت كده حبتين عشان تعرفوا الضيافة لما يكون عندكم ضيوف خلاص رجيمي يعني مش معناته نعمل لهم عشر حبات خاصة كفيهم حبتين علشان ميقولوش لا رفعنا لهم السكر ولا زيدنا وزنهم خلاص يكون معتا حبتين كفي طعامة هي طعامة تعرفوا الطعامة يعني تدوق بس تمام كفي حبتين الان عندي شوكولاتة بيضة طبعا انا يفضلكم انكم تاخدوا لقلاكسي الابيض لانو ما تقول تدوبوها على حمام مائي تدوب تكون حلوة بالتشكيل لكن صراحة الشوكولاتة الخام متعبة يعني احس تكون قامدة كده فاني عندي هدي طبعا الشوكولاتة شفو هدي هو يفضل انه يكون معاكم حق الصوصات او معاكم تعملوا قمع عشان تمام تشكلوا الشوكولاتة بس هدا اللي طلع معايا الشوكولاتة اللي استخدمته هنا اللي هي الهرشي حق الكوكيز فكانت قامدة حتى لما تدوب قامدة عشان ايش ما تدوبش بالكوكيز هيكون نفس الشكل فتعبتني في التزين فبما كانت سيلة زي البيضة شفتوا البيضة البيضة اللي استخدمته شوكولاتة فروروشي اللي بالصوص الابيض اللي بالشوكولاتة البيضة لذيذة جدا فيها مكسرات كده فيها لوز تحسوا لذيذة كانت واني من عشاق الشوكولاتة البيضة احب الشوكولاتة البيضة اكثر من الشوكولاتة البنية يعني وهنا كمان حطينا التوك حقهم كده هدا حلوة للتقديمات للضيافة عيد ميلاد نفاس يعني اي ضيافة تقدموها او عزمتم يعني ناس حلوة كتير للضيافة والان تعالوا نعمل الصحل حق العيلة حق الاهل والاسرة والعيلة هنا عادي رصت كده الصحل ممكن انتم اي معاكم اي شي او ممكن تبسي او معشرة كده كبيرة خلاص كده رتبوها ورصوها تمام والان خلاص قيب الشوكولاتة صوص الشوكولاتة تقدروا تستخدموا نورتيلة كمان تقدروا تعملوا زودة اللوتس تقدروا تحطوا عليها مكسرات فرمس اللي هديك الالوان يحبون الاطفال كمان تقدروا تستخدموا ايش يا ربي شوكولاتة البيضة قلنا كراميل اللي متوفر معاكم زبدة الفول السوداني كمان اللي انتم تحبوه طبعا هنا حطت شوكولاتة البيضة وبعدين حبيت اكسر اللون فاني كان نفسي زبدة البستاشيوة وهي زبدة الفستق بس ما كانتش عندي فاش عملت قبت شوكولاتة بيضة وحطت لي لون الكريمة او لون الحلويات اللون الاخضر عشان يطلع لي نفس لون زبدة الفستق عشان اكسر اقلكم اللون شوفوا بس الابتكار كيف كان لديد لديد جدا وخصوصي انه شوكولاتة البيضة فيها الفرورشية شفتوا في هذه المكسرات وعملت لي كده كوب نسكافي استمتعت بالطعم هذا اللديد طبعا حبيت اني اسوي شكل برغوة النسكافي ما طلعش بس ما شوفوا كيف الرغوة وبدأت اضوق طبعا الشوكولاتة كده مغرقة وطلعت ايش طلعت محشية اول ما قلت اضوق طلعت الشوكولاتة من قوة محشية شوفوا كيف الشوكولاتة محشية وهنا طبعا اعتبروها زبدة الفستق تمام لديد وصوفت كده طريق طريق شوفوا كيف في الفيديو بالاخير كيف الطراوة ولا يتعرفوا ولا يقصي ولا شي وهنا شوفوا المحشية هادي المحشية انا خليتهم على كم عملتها كم حبة محشية تقدروا تحشوها باللي انتم حابين كمان جدا لديد تصدقوني اللي دايما نروح يأكلها بالكافي مع كوب قهوة خلاص بتعملوا قهواتكم بالبيت وبتاكلوها بالبيت شوفوا كيف الطراوة طبعا كمان تقدروا تعملوا اللونش بوكس للاولاد في المدرسة تاخدوه ابدا ميتغيرش نفس الكيك يفضل طريق وصوفت ما ينشف او يقصي او اي حاجة بس اهم شي تستخدموا مثلا شوكولاتة تكون دايبة على طول مش تقمد يعني زي حقي اني شوكولاتة الهيرشي حق الكوكيز شوية قمدت معايا لانه مش سائلة لكن انتم عملونه ثلة عادي وبس والله بالعافية ليولوكم اذا عقبكم الفيديو لتنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايكو كومنتس حلو منكم